أنا وقت أسألته أنه أنا معقولة عيش قال لي ما بعرف هذا الشيء أنه ربنا بقرره بقيلول 2022 رحت لأعمل تشيك أب بالصدفة وسائبت عند الدكتور كانت عم تعمل تشيك أب وقالت لي أنه أنت عندك شيء كتير أرجان لازم بكرة بكير كتير تروح تعمل الفحوصات ونهارتها يعني ما في أقل من 9 ساعات بين أنه أول مواعد مع الحكيمة لطلعوا نتيج الفحوصات كنت عرفت أنه أنا معي كانسر ما عت عارفة شو بدي أعمل بس تغرى بوقتها هيك لمعت براسة أنه لأ هيدا هي رسالتي أنه أنا لازم عامل توعي على هيدا المرض وعفكرة وقتها تعيش بمرحلة أنه أنت مبتعرف قد إيامك معدودة بتصير تحس كل شي قطعت فيه سخيف بتصير أنه كل المشاكل صغيرة بحياتك ما بتحس قلقينة وأكتر من هيك بتصير أنه تقدر كتير شغلات أنت ما كان إلا عازة بحياتك فقلت لأ ما في أنا أكامل أترك شغلي لازم أتحطى حالة وافتح شغل يعني بالإمكانيات اللي كانت قادرة نسبة لعلاجة تكفل موهب اللي أنا فيها لأنه أنا وقتها قلقت إبري أو وقتها خلص أشتغل شي بحبه أنا بنسى مرادة لو قد ما كنت موجوعة وعملت هيك لوكال كتير حلو لقالة كفت فيه شغلي وفيه شغلتين هنا اللي خلوني أنا قوم من قصتي أكيد الإيمان وأكيد أنه أنا بدي عيش الإنسان بدي يقول أنا بدي عيش ويجرب يلهي حاله بقصص هو بحبه يعني أنا عنده شغف بشغلي هيدا شغفة بشغلي عم بيخليني يكون عنده شغف بالحياة برجع بقول أنه عطول نحنا لازم يكون بالاتجاه الصح فاعتبرت أنه أنا بالاتجاه الصح حتى لو أبطأ بس بعدنا عم بوصل لهدفي الحالة النفسية هي قبل الحالة الجسدية لأنه وقتها أنت تحط براسك أنه أنا ما بني شي وبدي قوم أنت بيكون ما بك شي وبدك تقوم وقتها تقول أنه أنا في أوقات العالم ما عنده كانسر بس هي بتقول أنا تعبانة أنا مريدة أنا زعلانة خلص بتلاقي أنه عن جد أنت تعبان وزعلان وهيك فكيف بتفكر بتكفي حتى أوقات كنت استقبل العالم بالبيجامة له الأد يعني فكون حتى كمان ما تنسى أنا أول فترة ما كنت حتويق أنا شلت شعيراتي وما كنت العالم أول شي عرفاني ورحت على مستقاسيا وكتير إفنتات العالم مننا عرفاني أنه أنا شايلة شعري سوكت حت شابو وأعمل شغلة يعني هلأ أول فترة كنت حتويق أرجع شابو تلعالم ما تحس أنه أنا بناشي بس اكتشفت آخر شي أنك أنت تبين حقيقتك وتعيش معها مرتاح أهوم بكثير أنك تخبي حقيقة وتعيش معها بطريقة يعني ما بتشبهك ترجمة نانسي قنقر